اختتمت قوة حماية الشركات بمعسكر المسيلة الدورة الخاصة لقادة الحضائر من منتسبي القوة للرفع منقدراتهم واكتسابهم العديد من المعارف العلمية والعملية في المناهج العسكرية ونفذ في حفل الاختتام مشروع الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إضافة إلى الرماية بالقنابل اليدوية من أجل رفع قدرات الأفراد وتحقيق الهدى بإصابات دقيقة وألقى قائد قوة حماية الشركات العامية أحمد المعهري كلمة أكد فيها إن التدريب المستمر منهج التخذ في قوة حماية الشركات لاستمرار كفاءة هذه القوة التي تحمي مقدرات حضر موت وعقب انتهاء مشروع الرماية تقدم كافة الأفراد والمشاركين في الدورة بدرع الوفاء والعرفان للقائد المعهري تقديرا وعرفانا لجهودي في إنجاح الدورة وتدليل الصعاب ومساهمته في تطوير قدرات الأفراد ترجمة نانسي قنقر